قبل ما ابدأ الفيديو ما انساش تعمل لايك واشترك في القناة تفعل الجرس عشان عايز ان نوصل مية الف ومشترك بقى ابن نهاية السنة. وكمان ما تنساش تشترك في القناة دارك انامي عشان بنزل على كساس رابي اناميشن هتعجبك قوي. شجز طب يلا بينا. بيبدأ فيلم نا مع طايلور اللي كان مهتم بافلام الراب وخاصة فيلم راب عديم لتعامل من فترة. ولكنه بطنشرش وتسحب من السينما على طول. وكل اللي موجود منه شوية لقطات بسيطة منتشر على انترنت. وده بسبب ان الفيلم كان مليان مشاهد مرعبة وصعبة. وعملت مشاكل للناس اللي شافوه. وكمان مخرج الفيلم ويلسون ويلر اختفى من عشرين سنة. وطايلور كان بيحاول يوصل للفيلم ده ويعرف قصته عشان مشروعه وكان شغال عليه. وكان معه صاحبته سيرينا. اللي كانت متضايقة بسبب انشغال تايلور عنها. لان تايلور كان ملكز مع الفيلم اكتر. فده خلاه يخش على قناة محمد نيرو عشان يشوفوه ملخص للفيلم ده ولا حاجة. يمكن يلاقوا عنده. ولكنه برضو ملاقوش فخرج تاني. ولكن قبل ما يخرج اعمل لايك واشتراك في القناة عشان لقى الراجل الغلبان يعني اعزي وصل مئة الف مشترك قال لك اشتريك له يعني. المهمة بتصدر سالة على التليفون بتاعه فيها معلومة جديدة وهي مكان بنت المخرج ويلسون. وبنته دي مسلت برضو في فيلم الرعب ده. فتاني يوم بيكلم طيلور مع صاحبه اللالو. وبيحاول يقنعه ان يجوا معه في رحلة عشان اكتشفوا ايه قصة الفيلم ده. وليه الفيلم والمخرج يختافوا بقالهم فترة. وكمان عشان يلاقوا بنت المخرج. وسيرينا هتيجي معهم. فاللالو بيوافق ام معرف ان سيرينا هتيجي. ومبقاش متحمس للموضوع قوي. لكن كله هنا عشان خطر عون سيرينا. وبيروح طيلور عشان يلاقي البنت بنت المخرج قبل ما يبدأوا الرحلة بتاعتهم. عشان هي اللي هتعرفهم من الاماكن اللي الفيلم هيتصور فيه? او اللي الفيلم فعلا متصور فيه? وهتساعدهم يعرفوا اللي حصل. وبيكتشف طيلور ان عليكسا دي شغالة في مالها ليلة. وبيخش عشان يكلمها. ولكن بتبقى رفضة تتكلم معاه. وبتقوله ان احنا مترقبين. وفي كاميرا هنا. استناني برة في العربية. وبيروح طيلور مع عليكسا للمكان اللي هي عايشة فيه. بس قبل ما يطلعوا بالعربية كان في واحد بيرائبهم. وبيكتشف طيلور ان عليكسا مدمنة. وبتشم بودرة. وكمان بتضرب حقا وحالتها بالبلى. ولكن بيستمروا طيلور في الكلام معها بالرغم من كل ده. لانه لقى في غرفتها بوستر للفيلم. وافتكر المشروع بتاعه. وقال لا انا عايزة لقي فيلم ابوكي. انت الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدنا وصله. ولكن عليكسا ما بتردش عليه. هو بتضرب مخدراتها وبتنعم على السرير. وبيغم عليها. فبتسحى تاني يوم. وبتلاقي بسامك كتفة ومربوطة. وطيلور بيقول لها انا اساعدك وانت اتساعديني. انا اخليك البطالة ادمان للمخدرات مقابل مساعدتك لي. وبيفضل طيلور معها كزا يوم. وبال ما تخلص من عندها اعراض الانسحاب. وبعدها بيطلعوا وبيبدأوا ريحة البحث على الفيلم. واسنها ما كان طيلور مع عليكسا صاحب طيلور لالو بيبقى مع حبيب طيلور سلينة. واللي كانت بتشتكر لالو بسبب انشغال طيلور لعناها. وبين لقياها بتخون طيلور مع صاحبه لالو. وبطلعوا هم كمان. وبيقبلوا وبيبدأوا ريحة البحث على الفيلم. وطبعا بيخرجوا من مدينة. وبيتجوا من مناطق الغابات اللي تصور فيها الفيلم ده. وبتقف الشلة بتاعتنا في الغابة عشان تريح شوية. ولالو بيسأل هل عارفة بقى فين? فطيلور بيقول له ان هالت ان بقى مات من عشرين سنة. فلالو بيقول له طب احنا بنعمل ايه هنا عام? فطيلور برد عليه بيقول له هنحاول نوصل لبيته اللي كان في وسط الغابة دي. واللي صور عنده جزء من الفيلم. واسناء موما بيتكلمه كانت في الغابة وبتلاقي عروسها لعبة لكن وجه جامد شايد. وبتفتكر السفاح اللي كان في الفيلم. واللي كان وشه مشوى. عشان كده كان مغطي وشه الحقيقي بوش عروسها لعبة. فبتخاف شوية وبتبص وسط الشجر وبتلاقي السفاح وقف قدامها. ولكنه بيختف على طول. اول ما تايلور بيجي. بس عما تايلور قرب من كان ماسك في ايده الكاميرا وبيصور. وفي نفس الوقت السفاح كان معاه كاميرا وبيصور من بعيد. وبيقف ابطالة عند محاطب بنزين اتصور عنده مشاهد من الفيلم. وبينزله وبيبدأوا يسأله الناس اللي في المكان. وكلهم بيبقوا فاكرين الفيلم. وبيقولوا ان الفيلم ده كان غريب جدا. والمخرج كان مجنون جدا. زي انه كان بيستخدم دم حيه في التصوير مش دم فيك ولا حاجة. وكمان بيقابلوا واحد اسمه سوني. شاف الفيلم في السينما. ولكنه ما بيدهمش معلومة مفيدة. وبيقعد يرغي كتير فبيمشوا وبيسبوه. وبيكمل الشباب رحلتهم. وفي الطريق تقدر بيسأل عليكسا عن مين اللي عمل دور السفاح في الفيلم. فاليكسا قالت ده كان ممثل ضعيف جدا. وابويا كان بيتعصب عليه طول التصوير لانه مش عارف يقده دوره كويس. وبيوصلوا الشباب للغابة اللي فيها البيت. فبيوقفوا عربية برة. وبيكملوا ماشي على رجليهم. ولكن اسناقش يوم بيلاغوا هيكل عظمي القفى الصدري. وجوه الهاكل ده كان فيه خطاف. وده نفس الخطاف اللي كان في واحد من مشاهد اللي كانت في الفيلم بالزبط. واللي كان فيها السفاح معلقة بنت بين كتفها بخطاف. واتقسمت لونصين بسببه. طيادر بيتحمص وبيصور كل ده. وقال ليكسا بتخاف وبتقول هايزة امشي من هنا. ولكن الباقية بيقولولها ما تخفيش. احنا معاك. وبتقد شلتنا في مخيم عشان يرتاحه. وبيسأله عليكسا عن قصة السفاح في الفيلم كانت ايه. فاليكسا بتقولهم انه لما كان طفل ابو قطع لوشه وشوهه. عشان كده جاب قناعة دمية ولبسه على وشه عشان شكله يعجب ابوه تاني. وطالر بيقول لليكسا ان الاستورة بتقول السفاح كان بياخد الجسس في حزيرة وبيعلقها وبيحنطها. لكن عليكسا بتقول له لا لا ده ما حصلش مستحيل طبعا. وبعد كل نام بيقعد طالر واليكسا مع بعض وفجأة طالر بيسمع صوت. فبيقوم يشوف ايه بس بيتخبط على دماغه وبيفوق بيلاقي ان السوني الراجل اللي كان في محط البنزين هجب عليه هو واصحابه. عشان يسرقهم ويعملوا معهم حاجات مش تمام. وبيمسكوا وبيصابوا مسدس على رأسها. لكن بيقطعهم فاس طائرة في الهواء بتغبط في طائر السوني. بعدها بيخش عنهم السفاحة اللي ما بيرحمش. وبيقتلهم واحد ورد تاني. وحتى انهم بيضربوا على نار لكنه ما بيجرلوش اي حاجة. وطالر بيقول لاليكسا هاتي السكين عشان نفك نفسنا. لكن السفاح بيمسكها من درقبتها وكان عايز يقتلها. فاليكسا بتغني له اغنية غريبة كده. فبيهدى السفاح وما بيعملش اي حاجة. وبيمسك المسدس وبيصاب على طالر واصحابه. لكن عليكسا بتهرب. فالسفاح بيجل غراها. واتطلر بيفك نفسه هو وللو وسيرينا. وبيقول لهم امشوا روحوا وانا راح اشوف وانقذها. وبيمشي طالر وبيسيبهم. وبيروح لالو وسيرينا في التجاهة العربية عشان اتصب الشرطة. وفعلا بيردوا على سيرينا. لكن قبل بك كم الكلامة السفاح بيجم عليها. وبيحاولوا يهربوا منه. ولكنه بيدرب نار على لالو فالسيرينا بتسيبه وبتهرب. وطالر كان راح يدارها على ولكنه بيلاقي بيت المخرج اخيلا. وبيخش البيت وبيبدأ يدور فيه. وبيلاقي بسطر الفيلم. وبيلاقي شرائط افلام متصورة جديدة. ومن ضمنها بيلاقي لقطات ليه هو في المنها الليلي. لما كان بيقابل الاول مرة. وبيسمع طالر صوت اليكسا. فبيروح ورا الصوت. وبيلقام الكتفة متربطة على السيرينا. فبيفكها طالر وبيساعدها. وبيخرج برا البيت على السيخ سيرينا اللي هربت ووصلت لهم. وبتقول له طالر ان السفاح مزك لالو. وقبل ما يكامل الكلامة. السفاح ينطع على طالر من جوه البيت. وبيضربه. فسيرينا بتهرب زي الجبانة كالعادة. واليكسا بتقول للسفاح اروح يمسكها. وفي اللحظة دي بنتشف ان الاليكسا شغالها مع السفاح. وانه كمان بيسمع كلامها. ودي حاجة غريبة جدا. وبيروح السفاح دهو على سيرينا اللي بتخش جوه حزيرة. وبتلاقي فيها جسس متحنطة فعلا زي ما طالوا الايل. وبتستخبى من السفاح جوه برميل في دم. فالسفاح ما بيلقهاش. فبتقوم تاني بعدها وبيجي لها فكرة عبقرية. وهي انها بتغير لبسها بلبس من اللي على الجسس. وفعلا بتعمل كده وبتخرج. ولكن السفاح بيكون مستنيها فور حزيرة وبينوط عليها وبيمسكها برضو. والله انت كلاون يا سيرينا. يعني بعد ده كله بتتمسكي. وبنجع لطيرول اللي بيفوه بيلاقي نفسه متربط وبيخش عليه مخرج الفيلم. اوبا. وبيكتشف طيرل انه لسه شغال على الفيلم بتاعه. وان بنته قال ليكسا شغالها معاه. فبيسأله طيرل هو انت السفاح. وبتلبس قناعه وباتطردنا كل ده. فالمخرج بيقول له انت عبيت يا ابني ما ينفعش ابقى ممثل ومخرج في نفس الوقت. انت فاكرني تعمل حسن ولا ايه? في البداية انا اللي عملت دور السفاح. لكن بعد كده اللي عملت دور هو ابن الاكسا. واللي يبقى حفيدي وابني في نفس الوقت. اصدق يعني ان هو زي ابنك يعني. زي ابن ايه يا عم? لا هو ابني فعلا. انا عملت علاقة مع ابنتي وعندها تلتاشر سنة بعد موت امها. وده ادى انها خلفت ابني وحفيدي وحبيبي في نفس الوقت. وقصة تقطيع الوش دي حصلت بجد. بس الطفل هو اللي عمل كده نفسه. وبعدها لبس القناع. وتحول الوحش اللي انتم شايفينه ده. واللي بقى الممثل المسائل للفيلم بتاعي. اه 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 اه. واسنان ما تادر بيكلم المخرج كانت اليكسا روطت سيرينة واللالو اللي كان لسه عايش. وبدأت تعذب فيهم. والصفاح مسك سيرينة وقاليكسا مسكت لالو. وطبعا كل التعذيب ده كان بيتصور عشان الفيلم. واسنان ما السفاح كان بيعذب سيرينة سيرينة بتحاول تغنيه الاغنية اللي غنتها عشان يهدى. لكنها ما بتكونش فاكرة الكلمات. وبيكمل السفاح شغله عليها وبيقول لها. كملي غنى عشان ما تمليش وانا بعذبك. وبيخش المخرج مع طالر عشان يوري التعذيب اللي كان بيحصل. فبيلقى لالكسا مسك الوضلل وعمرت قطع في لحمه. ولكن المخرج بيتعصب على عليكسا وبيقول لها مش هعجبني شغلك. انا المخرج مش انتي. ايه اللي انت بتعمليه ده? دعاك. وبيزبط المخرج المشهد وبينادع على السفاح عشان يحبك اللقطة. ولكن عليكس بتتقاني مع ابوها تاني. وهي اللي بتطعن لاره في قلبه. وبعدها بتلعق نعمل على وش ابنها. وبتقول لابوها شوف اللي حصل لابن يسابك. لكن كان عبيد تقريبا وبيقول لها دفقني ايش عرفك انتي. هو بيمسك مسدسه وبيضرب بيه بنته عليكسا. فالسفاح بتعصب تقريبا عشان امه ماتت او لسه ماتتش هنهرى في دلوقتي. وبيمسك جده او ابوه الله يحرقه وبتعانه في قلبه. وطايلور شكله اطعبت زي يوم. وبعدل ما يهرب بيمسك الكاميرا وبيصور كل اللي بيحصل ده. فالسفاح بيمسك تايلور وبيحاول يقتل وهو كمان. لكن في اللحظة الاخيرة بتخش سيرينة اللي كانت فكت ايديها المربوطة وبتطع على السفاح منظره وبتقتله وخلاص الكل مات مع عادة سيرينة وطايلور. وقبل ما ياخدوا نفسهم ويمشوا بعد الفيلم الهندي ده. اليكسا بتطلع لسه عايشة وبتقبط سيرينة وطايلور على رسم وبيغمع لهم تاني. وبيفوق طايلور وبيكون ما تربط على كرسي في وسط غرفة مليانة جسس. والغرفة دي كانت عاملة زي السينما. واليكسا بتشغل الفيلم وبيكون في مشاهد جديدة والمشاهد دي اللي طايلور واصحابه هما بيتعذبه. بيبدأ طايلور يسرخ وهو بتفرج واضح انه خلاص وصل لمرحلة الجنون بعد كل اللي شافه ده. وهنا بنكتشف ان سيرينة كيتحمل من لالو. وقاليكسا بتدي سيرينة القناع بتاع السفاح وبتقول لها زي ما اخدت ابني مني هتجيبيلي واحد تاني. وهنلبسه القناع ده مع بعض. ايه رأيك? وبكده هكونوا صناعة الفيلم. انا عارف ان لما يجيب لك افلام غريبة والله. بس انامي ليه انامي ليه. اعمل اللايك ابل الاشتراك وما تنساش تشاريف القناة دار كاريمي. واشوفك الفيديو الجاي. يلا سلام.